ليس مقطع فيديو قديم إنما في الـ 2021 وهذه مدرسة بلا معلمين وصدق أو لا تصدق يذهب التلميذ من الصف الأول الابتدائي إلى مدرسة في البصر خاوية على عروشها هذه الصف الأول الابتدائي من يتحمل مسؤوليته مجامبه اليوم للمدرسة؟ من يتحمل واحد من مصير عليه؟ يا مدير عام، يا مدير إشراف التربوي، يا مسؤولي النواب، يا مجلس المحافظة، يا سيد المحافظ مدرسة القيرانة كرر في منطقة الهاردقرية حمرينان شطرناها بنيين ابتلينه، ابتلينه ما يرضون يداموا المعلمين كيف السباب؟ كيف يقولون؟ الحجة التي عقبت انتشار مقطع الفيديو أن سبب نقص الكادر التعليمي هو فصل البنين عن البنات بغية حمايتهم من التحرش لكن المعضلة أمر من ذلك بكثير فالعراق أبو الحضارات يؤكل فيه جسد التعليم على الملأ ويضيع فيه مستقبل جيل بلاد الرافدين التي سطرت في الدنيا أجمعها حضارة العلم والتعليم واليوم يتفرج المتفرجون على واقع أليم يموت فيه قطاع التربية والتعليم في جدران متعبة لا توضع فيها مرافق أساسية أو خدمة مناسبة لظروف التناميذ وتضيع فرصة أهم عنصر يبني مستقبل العراقيين حيث سلاح التعليم الذي بنا به الأقدمون تاريخ العراق وصدر من أرضه علماء ومثقفون والصورة اليوم أمام العراقي يشاهدها بحسرة وقهر ذلك أنها أخطر القضايا لأن العلم أساس بناء الدول وأساس صناعة السياسة والاقتصاد فإن بلداً لا يصنع مدرسة للأجيال لن يبني مستقبلاً تتحقق فيه الأحلام والآمان ترجمة نانسي قنقر